السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل نقرأ في بعض المؤلفات أن في آخر الزمان والتي يكون فيه القتال بين المسلمين وأعدائهم يكون بالسيف وأن الأسلحة الثقيلة تنتهي فهل هذا صحيح؟ وهل يمكن اعتبار آلة إنزال الحديد دليل على أن الذي أنزل الحديد وأوجده قادر على أن يرفعه فيقفيه؟ لا 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 يرفعه لا يجاهدون اليهود في آخر الزمان إلا بالحديد لكن الحديد يختلف يكونوا أسلحة ثقيلة يكونوا أسلحة خفيفة وربما يكون في بعض القتال السلاح الخفيف أيسر وأقرب من السلاح الثقيل وأفتت بالعدو نعم فهل يختلف باختلاف الأحوال واختلاف